حذر مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أوتشا من استمرار وجود عوائق لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وأضف المكتب في بيان له أن هناك أكثر من 1.1 مليون فلسطيني في غزة يوجهون مستوى شديدا من إنعدام الأبن الغذائي وأكدا أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح لا سيمة في شمال قطاع غزة هذا وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديجاريج على ضرورة استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة منذ مساء أمس وأوضحت هيئة شؤون الأسرة والمحررين ونادي الأسيرة أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات راماللوات الكرم وجينين وسلفيت والقدس وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلتهم بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين قالت أجهزة الطوارئ الإسرائيلي أن أو إن مسلحا فتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أغلق الطرق في المنطقة المتاخمة لبلدة العوجة في غور الأردن في أعقاب البلغات لمطاردة المسلحة أفادت تهيئة البث الإسرائيلي أن أهل الجنود المحتجزين يكتمعون اليوم لأول مرة مع رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو وأن نقلت وزاء الإعلام الإسرائيلي عن أهل الجنود المحتجزين أن الأجهزة الأمنية طلبت منهم التزام الصمت منذ أحداث السابع من أكتوبر مشيرين إلا أنه لم يقم أي وزير في حكومة نتنياهو بالتواصل معهم طوال هذه الفترة قررت مسؤولة في الوزارة الخارجية الأمريكية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط التقدم باستقالتها احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة وكشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة جالوب عن ارتفاع عدد المعارضين بين الأمريكيين للحرب الإسرائيلية في غزة والتي أودت بحيات أكثر من 32 ألف شخصا في غزة معظمهم من النساء والأطفال هذا وأشار الاستطلاع إلى نحو 55% من الأمريكيين المستطلعين أكدوا أنهم لا يوافقون على الإجراءات الإسرائيلية حيث أصبح غالبية السكان في قطاع غزة على حافة المجاعة أفادت وكالة ريترزي بمقتل 9 أشخاص وإصابة عدد آخر إثغارات إسرائيلية استهدفت بلدتين نقورة وترحرفة جنوبي لبنان وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الغارات على بلدة نقورة أدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية فيما أصفرت الغارات عن طير حرفة عن تدمير عدد من المنازل المحيطة وإحراق عدد من السيارات مشيرة إلى نقل عدد من الجرحة إلى مستشفيات مدينة صور وفي السياق أعلن حزب الله استهداف مستوطنتي جورن وشالومي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية فضلا عن استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي بالقضائف المدفعية ختم مجدء الثالثة دمتم في رعاية الله وآمنه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة